نشرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق رسالة من رئيس البعثة جنين بلاسخارت لمناسبة انتهاء فترة عملها وأشارت بلاسخارت إلى أن عدداً لا يحصى من الناس وبشكل عفوي شاركون أمالهم وتطلعاتهم ولن ننسى أي منهم لافتة إلى أن بعض الاجتماعات والتفاعلات تركت داخلها أثراً لا يمحى كما علقت على الانتقادات التي طالت بعثة يونامي قائلة إن بعضها كان مبرراً والآخر كان يستند إلى تصورات خاطئة حول من نحن على حد تعبيرها فيما أكدت أن الأمم المتحدة لا تمتلك عصاً سحرية مشيرة إلى أن التوازن بين الصراع والسلام والفقر والرخاء يتوقف على الإرادة السياسية للدول